لو الحكاية فيها إنا ذيكو بداية الملاقشات بدأت مع فريق المتقاوني العرب مما يقرب العامين تم فيه بحث الشروط الخاصة الخياسي من الدلة التي سيتم توفيرها والاشترافات واليوم جدا سعيد لأنه بعد النظر في جميع الأدلة التي تم تقديمها واستفاء الشروط في جميع الأدلة التي تقديمها من قياسي المعالم من رقم القياس السابق المسجل في كندا من 60.2 متر تم كسوة وإن جسر تحتمى مصر من توفيد القانون العرب هو صاحب رقم القياسي الجديد لأعرض جسر معلق أو لجعب العرب في 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر